بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مع برنامجنا مكارم الأخلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم كريم يحب الكرم وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم لذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكان الكرم من مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقومها وليشرحها وليبينها بيننا لذلك يقول الحسين بن علي رضي الله عنه في الأبيات المنسوبة إليه حينما قال متحدثا عن الكرم إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا إنها تتقلب فللجود يفنيها إذا هي أقبلت وللبخل يبقيها إذا هي تذهب نعم الكرم يحبه الله عز وجل ولذلك كان من أسماء الله الحسنى الكريم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فما معنى اسم الله الكريم معنى اسم الله الكريم أي الذي يعطي بلا سبب وبلا عوض لذلك قال الله عز وجل في الآيات الكريمة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالكرم صفة حميدة من مكارم الأخلاق يحبها الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبينها لهذه الأمة لذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وكما جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهبا بين الجبال فقال يا محمد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين واديين فذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإني أتيت من رجل لا يخشى الفاقة أي لا يخشى الفقر أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك امتدح عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الخصلة فقال عنه عمه أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تكال اليتام عصمة للأرامل وكما قال عنه حسان رضي الله عنه واصفا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته قال عنه وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نعم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى ليبين لنا مكارم الأخلاق أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود معكم لنكمل هذه الحلقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل تحدثنا قبل الفاصل عن الكرم وأنه صفة يحبها الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم نذكر لكم قصة عن صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليبينوا لنا مدى أهمية الكرم في حياتهم وامتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الكرم صفة دائمة لهم في حياتهم الصحابي الأول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ومعه الحسن والحسين رضي الله عنهم ودحية الأنصار رضي الله عنهم أجمعين أرادوا الذهاب من مكة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبينما هم في الطريق إذ السماء قد أمطرت واشتد المطر فذهبوا إلى خيمة رأوها في طريقهم دخلوا على الأعراب في خيمة فأكرمهم وذبح لهم شاه ثم بعد ثلاثة أيام وهم باستطافة هذا الأعراب وقفت السماء عن المطر فذهبوا إلى المدينة وقبل الذهاب قالوا للأعراب إن زرت المدينة فاسأل عنا فإذا بالسنوات تذهب بهذا الأعراب ويمر عليه حالة من الفقر أزمة مادية يتعرض لها فقالت له زوجته لماذا لا تذهب إلى أولئك الرجال الذين زارونا في السنوات الماضية فقال والله إني لا أعرفهم ولا أتذكرهم فقالت اسأل عن ابن الطيار وتقصد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فذهب المدينة قاصدا هؤلاء الرجال فدخل على الحسن بن علي رضي الله عنه فأكرمه بمائة من الإبل ثم بعد ذلك ذهب إلى الحسين بن علي رضي الله عنه فقال لقد كفانا أبو محمد مؤونة الإبل وأكرمه بألف من الغنم ثم بعد ذلك ذهب إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وقال لقد كفاني الحسن والحسين الأنعام وإليك بمائة ألف من الدراهم ثم بعد ذلك ذهب إلى الرابع الأنصاري فقال له والله ليس عندي ما عند هؤلاء ولكن ائتني بهذه الأنعام وأطعمها تمرى نعم هؤلاء تأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع تأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتمثلوا الكرم في حياتهم لماذا تمثلوا الكرم في حياتهم؟ لأنهم يعلمون أن الله عز وجل يحب الكرم ويحب الكرماء ويعلمون أن الرزق من الله عز وجل فلا يخشون من الفقر بعد غزوة حنين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أربعة من الصحابة الأموال الكثيرة فإذا ببعض الأعراب ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغربون هذه الفعلة هذا العطاء الكريم هذا العطاء الكبير فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أتخشون علي الفقر فيلتفت إليهم عليه الصلاة والسلام ويقول لهم والله لو أن لي من الأنعام عدد شجر تهامة لا أعطيتها إليكم ووالله لا تجدونني لا بخيلا ولا جبان أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال الكرم وتأثر الصحابة رضي الله عنهم بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تعرض المسلمون إلى أزمة مالية تتعلق بالموارد المائية بئر روما بئر موجودة وكانت من أطيب الآبار في المياه العذبة يريد المسلمين أن يشربوا منها ولكن كان صاحب هذه البئر يأخذ الأموال لمن أراد أن يأخذ من هذه البئر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينهي هذه الأزمة ويقول من يشتري بئر روما وله الجنة يلتفت على الصحابة رضي الله عنهم فإذا بعثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من رجال أعمال المسلمين في ذلك الوقت يقول أنا يا رسول الله فبارك له النبي صلى الله عليه وسلم هذه التضحية وهذا الكرم وهذا الإيثار نعم هؤلاء الصحابة ينطبق عليهم قول الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا أعزائي المشاهدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم نعم فمن أراد أن يحبه الله عز وجل فليتمثل الكرم وليتعايش مع الكرم ولتصبح هذه الصفة من صفاته اليومية حتى يلاقي الله عز وجل وهو راض عنه إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم لا تنسونا من صالح دعواتكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة